بسم الله الرحمن الرحيم وقال يرحمكم من في السماء وبأساني لشيخنا عبد الله تعالى إلى كتاب الشمائل المحمدية الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال باب ما جاء في صفة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن الزورية عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام الحلو البارد وبه إلي قال حدثنا أحمد بن منع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن زيد عن عمر وهو ابن أبي حرملا تعني بعباس رضي الله عنه ما أنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على بيمونة رضي الله عنها فجاءتنا بإناء من لبن فشريب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يميني وخالد رضي الله عنه على شماله فقال لي يا الشرة لك فإن شئت أثرت بها خالدا فقلت ما كنت لأثير على سورك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعما فليقول اللهم باركنا فيه وأطعمنا خيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزئ ما كان الطعام والشراب غير اللبن قال أبو عيسى كذا روا سبيان ابن عيينة هذا الحديث عن معمر عن الزهرية عن الروت عن عائشة ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وغير واحد عن معمر عن الزهرية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن الروت عن عائشة وكذا روا ينسوا غير واحد عن الزهرية عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عيسى وإنما أسند ابن عيينة من بين الناس وميمونة من تلعارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي خالة خالد بن الوليد وخالة بن عباس وخالة يزيد بن الأصر واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملا وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن علي عن عمر بن حرملا توصعي عن عمر بن أبي حرملا قال باب ما جاء في شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا أشيم قال حدثنا عاصم للأحول ومغيرة عن شعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من زمزم ووقاهم وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفن عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه وأنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا وبنعم دقيقة دقيقة بس يسلم الصوت واضح في التليقرام يا أخوة طيب نعيد حديث طيب نعيد حديث بس قال وبي نعيد حديث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفن عن حسين بن المعلم عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه وقاعدا قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما وقاعدا وبه إليه قال حدثنا علي بن حجين قال حدثنا بن المبارك عن عاصم للأحوال عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه ما أنه قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب ووقا وبه إليه قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاي ومحمد بن طريف إن كن فيه وأنه ما قال حدثنا بن الفضيل عن العمر شعن عبد الملك من ميسرة عن النزال من سمرة عنه قال أتي لأتي علي رضي الله عنه بكوز من ماء وفي الرحبة أو في الرحبة قفا قد منه كنفا فغسل يديه ومطلط والسنجق ومسح وجاو دراعي ورأسه ثم شرب ووقا ثم قال هذا وضوما لم يحدثا كذا رأيت الرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد ويسوه بن حماد أنه ما قال حدثنا عبد الوالد بن سعيد عن أبي عصام عن نس بن مالك رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس بالإناء ثلاثا إذا شربا ويقول هو أمرأ وأرواه وبه إليه قال حدثنا علي بن خشم قال حدثنا عيسى بن يرسى عن رجدين بن نيكوري بن نبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شربا تنفس مرتين وبه إليه قال حدثنا ابن أبي عمرأ قال حدثنا سبيان عن يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كمشة رضي الله عنها أن قال الدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة فقمت إلى فيها فقطعتهم وبه إليه قال حدثنا محمد بن وشار قال حدثنا العبد الرحمن بن مادين قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري عن ثمامة من عبد الله أنه قال كان آنس بن مالك رضي الله عنه يتنفس من إناه ثلاثا وزعم آنسنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس من إناه ثلاثا وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أبو عاصم عن إبلي جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد بن إبلي بن أتيا نس من مالك عن نس من مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة فشرب من فمن قربة وهو قائم فقام تم سليم إلى رأس القربة فقطعتها وبه إليه قال حدثنا أحمد بن نصري النيسابوري قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي وقال حدثتنا عبيدة بن تنائل عن عائشة بن تسعد بن أبي وقاص عن أبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب قائما قال أبو عيسى وقال بعضهم عبيدة بن تنابل وبه إليه قال باب ما جاء في تعطل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن رافع وغير واحد لنهم قالوا حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبي رضي الله عنه وأنه قال كانت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشان قال حدثنا عبد الرحمن بن مادين قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله أنه قال كان أنس بن مالك رضي الله عنه لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بن أبي أبو ذيك عن عبد الله بن موسى بن جند عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد الوسائد والدون واللبن وبه إليه قال حدثنا محمد بن غيلان قال حددنا أبو داود الحفري عن سفيان علي جريدي عن نبي نظرة عن رجل هو الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه وبه إليه قال حددنا علي بن حجن قال أبان إسماعيل بن إبراهيم عن جريدي عن نبي نظرة عن الطفاوي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله بمعنى وبه إليه قال حددنا محمد بن خليفة وعمر بن علي أنهما قال حددنا يزيد بن زريع قال حددنا حجاج صواف عن حنان عن أبي عثمان النهدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم ريحان فلا يرده أو فلا يرده فإنه خرج من الجنة قال أبو عيسى ولا نعرف لحنان غير هذا الحديد وبه إليه قال حددنا عمر بن إسماعيل أبن مجالد بن سعيد الهمداني بمغداد قال حددنا أبي عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جريل بن عبد الله رضي الله عنه وأنه قال عرطت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جريل رداء ومشى في إزار فقال له خذ رداءك فقال للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جريل إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حددنا حميد بن مسعدة البصري وقال حددنا حميد بن الأنسودي عن أسامة بن زيد عن سوريا عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعد صلكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصن يعفضه من جلس إليه وبه إليه قال حددنا محمد بن يحيى قال حددنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المتنى عن ثمامة عن نس بن مالك رضي الله عنه وأنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه وبه إليه قال حددنا سبيان بن واكع قال حددنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي وقال حددني رجل من بني تميم من ولدي أبي هالة زوج خديجة يكناب عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنه ما أنه قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا فقلت صبري منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائما الفكرة ليست لا مراحة طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة يفتتح الكلام ويختمه بأشتاقه ويتكلم بجوابع الكلم كلامه فصل لا فضول ولا تقصير ليس بالجافي ولا المهين يعظم النعمة وإن دقت لا يدم منها شيئا غير أنه لم يكن يدم دواقا ولا يمدع ولا تغضب الدنيا ولا ما كان لها فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها إذا شار شار بك في كلها وإذا تعجب قلبها وإذا تعدلت تصل بها وضرب براحته لملابطها بها من يسرى وإذا غضب أعرضها شاح وإذا فرح غض طرفه جل ضحك التبسم يفتر عن حميث لحب الغمام وباب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا أحمد بن منع قال حدثنا عباد بن العوام قال أغفرنا الحجاد وهو ابن أرطات عن سماك من حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال كان في ساقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشا وكان لا يضحك إلا تبسم فلكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أغفرنا قال أغفرنا بن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحال عن بن جزي رضي الله عنه أنه قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه إليه قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال وقال حدثنا يحلى بن إسحاق السيلحان قال حدثنا ليث بن سعيد عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن الحال رضي الله عنه أنه قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما قال أبو عيسى هذا الحديث غريب من حديث ليت بن سعد وبقي إليه قال حددنا أبو عمار حسين من حريد قال حددنا وكه قال حددنا نعمش عن المعروض ابن سويد عن أبي داري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخل من النار يتامي الرجل يوم القيامة فيقال وريطوه عليه صغار ذنوبه ويخبأ عنه كبارها فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وهو مقر لا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال وعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة فيقول إن لي ذنوبا ما أراها هنا قال أبو ذر رضي الله عنه فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيك حتى بدت نواجده وبه إليه قال حددنا أحمد بن ملي قال حددنا معاوية بن عمر قال حددنا زايدة عن بيان عقس من أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحيك وبه إليه قال حددنا أحمد بن ملي قال حددنا معاوية بن عمر قال حددنا زايدة عن اسفايل أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم وبه إليه قال حددنا أهل ناد بن السري قال حددنا أبو معاوية عن الامشان إبراهيم عن عبيدة السلمانية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف آخرها لنار يخرج من النار رجل يخرج منها زحفا ويقال له انطنق فادخل الجنة انطنق فادخل الجنة قال فيدم ليدخل فيجد الناس قد أخذ المنازل فيرجع فيقول يا رب قد أخذ الناس المنازل فيقال له تذكر الزمان الذي كنت به فيقول نعم قال فيقال له تمنى قال فيتمنى فيقال له فإن لك الذي تمنيته عشرة أضعى في الدنيا قال فيقول ها تسخروا بي وأنت الملك قال فأنا قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحيك حتى بدت نواجدها وبه إليه قال حددنا قتيبة نسعين قال حددنا أبونا مصع نبي سحقان علي بن ربيعة أنه قال شهدت علي رضي الله عنه اتي بذابة ليركبها فلما وضع لله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سباحان الذي سخر لنا هذا وما كنا لهم مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة سبحانك إني ظلمت نفسي فأغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنعا كما صنعت ثم ضحك فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله قال إن ربك لا يعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبه أعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيره وبه إليه قال حددنا محمد بن بن شهر قال حددنا محمد بن عبد الله إلى أنصاري وقال حددنا عبد الله بن عون عن محمد بن محمد بن الاسود عن عامر بن سعد أنه قال قال سعد رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الضحي كيوم الخندق حتى بدت نواجده قال قلت كيف كان قال كان رجل معه ترس وكان سعد راميا وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جمهته بالترس فنزع له سعد بسام فلما رفع رسه ورماه فلم يغطي هذه منه يعني جبهته وانقلب وشال برده فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده قال قلت من أي شيء ضحك قال من فعله بالرجل باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حددنا محمد بن غيلان قال حددنا بوسمة عن شريك عن شريك عن عاصم الأحوال على ن sup المالك رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ياد الأذنين قال أبو عيسى قال محمد قالاب سامة يعني يمازحه وبه الي قال حددنا أنه دفن السري قال حددنا وكهون عن شعبة نبي تكير على ن sup المالك رضي الله عنه قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه خالقنا حتى يقول ن olacakني صغير يا أبا عمير ما فعل النهغير قال أبو عسى وفق هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح وفيه أنه كان غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير وفيه أنه لاباسان يعطى الصبي الطير ليلعب به وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير لأنه كان له نغير يلعب به فما تفهى حزن الغلام عليه فما زعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير ما فعل النغير وبه إليه قال حددنا عباس بن محمد الدوري وقال حددنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنباءنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقموري عن أبي مريرة رضي الله عنه أنه قال قال يا رسول الله إنك تداعبنا قال إني لا أقول إلا حقا وبه إليه قال حددنا قديمة بن سعيد قال حددنا خالد بن عبد الله عن حميد عن نسيم مالك رضي الله عنه أن رجل استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولدنا قتب فقال يا رسول الله ما أصنع بولدنا قتب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تليد الإب لا إلا النوق وبإليه قال حددنا يسحق منصور قال حددنا عبد الرزاق قال حددنا معمر عن دابت على ناس من مالك رضي الله عنه أن رجلا من آل البادية كان اسمه زاهرا وكان يودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجاهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج صلى الله عليه وسلم إنا زائرا بأدياتنا ونحن حاضروا وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ويبيع متاعه فاحتضانه من خلفه وولا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفات فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما أغصق ماره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد ما قال يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لس بكاسد وقال أنت عند الله غال وبه إليه قال حددنا عبد بن حميد قال حددنا مصعب بن المقدام قال حددنا المبارك بن فضال عن الحسن أنه قال أتت عجوز للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة فقال يا هم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز قالت فولى التبقيم قال أغفروا أنا لا تدخلوا وهي عجوز إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا بام ما جاء في صفد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر قال حددنا علي بن حجم قال حددنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه أنه قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من شعر قالت كان يتمثل بشعر بن رواحة ويتمثل ويقول يأتيك من أخفار من لم تزوده وبينه قال حددنا محمد بن بشار قال حددنا عبد الرحمن بن مادين قال حددنا سبيان الثوري عن عبد الملك بن عمير أنه قال حددنا أبوه سلامة عن أبيه وريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قال أشاعر كلمة لبيه دين على كل شيء ما أخلى الله باطل وكاده من يتملوه بالصلة أن يسلم وبينه قال حددنا محمد بن موتنى قال حددنا محمد بن جعفر قال حددنا شعمة عن الأسود بن قيسين عن جندوب بن سبيان البجلي رضي الله عنه وأنه قال أصاب هجر إصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت فقال هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت وبينه قال حددنا بن أبي عمر قال حددنا سبيان بن عينتان الأسود بن قيسين عن جندوب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وذكر نحوه وبينه قال حددنا محمد بن بشار قال حددنا يا حبد سعيد قال حددنا سبيان الثوري وأنه قال أبنى أبو إسحق عن البره بن عازم رضي الله عنه ما أنه قال قال له رجل أفرنتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمرتما قال لا والله ما ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ولا سرعان الناس تنقتهم وازنوا بالنبل ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته وأبو سبيان ابن الحارث بن عبد المطالب يأخذ بالنجامها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن النبي لا كذب أن ابن عبد المطالب وبينه قال حددنا يسحق بن منصور قال حددنا عبد الرزاق قال حددنا جعفر بن سليمان قال حددنا تابت على نسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كذبه عمرة قضاء وابن رواحة يمشي بين يديه ويقول خلوا بنيكم فارعا سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهاما عن مقينه ويذهل الخليل عن خليله فقال له عمر رضي الله عنه يبن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عرب الله تقول شعرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم خل عنه يعمر فلا يسرع فيه من نطح النبري وبه إليه قال حددنا علي بن حجين قال حددنا جريك عن سماية من عربين عن جابر بن يسامرة رضي الله عنه وأنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة وكان أصحابه يتناشدون شعر ويتذاكرون أشياء من أبن الجائنية وهو ساكت ربما تبسم معهم وبه إليه قال حددنا علي بن حجين قال حددنا جريك عن عبد الملك بن عميرين عن أبي سلامة عن نبيه وريرة مضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أشعر كلمة تكلمت فيها العرب كلمة لبيد على كل شيء ما خل الله باطلهم وبه إليه قال حددنا أحمد بن مليع قال حددنا مروان بن معويات عن عبد الله عبد الرحمن الطائفية عن عبد بن شريد عن أبي رضي الله عنه وأنه قال كنت ريدا فالنبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته مئة قافية من قوله من يتبرئ بالصدق كلما أشدته بيتا قال لي لي النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنشدته مئة يعني بيتا قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذا لا يسلم وبه إليه قال حددنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجين والمعنى واحدون أنه ما قال حددنا عبد الرحمن بن عبد الزناد عن هجام بن عروة عن نبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لي حسان بن ثابت من برم في المسجد يقوم عليه قائما قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسن بروح القدس ما ينافعه وقال يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبإليه قال حددنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجين أنه ما قال حددنا بن عبد الزناد عن نبي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثلا باب ما جاء في كنام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر قال حددنا الحسن بن صباح بن بزار قال حددنا أبو النطري قال حددنا أبو عقيل الثقفي وعبد الله بن عقيل عنه جاند عن شعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة النساء وحديد وقالت امرأة من أن كان الحديث عديث خرافة وقال تدرون ما خرافة إن خرافة كان رجلا من عذرة تأثرت الجن في الجائلية فما كث فيهم دارا ثم ردوا إلى الإنس فكان يحدث الناس بما رأى فيهم من الأعاجم فقال الناس حديث خرافة وبهي لي قال باب حديث أم زرع قال حددنا علي بن حجن قال حددنا عيسى بن يونس عني شام بن عورة عن أخي عبد الله بن عورة عن عورة رعنائشة رضي الله عنها قالت جلست إحدى عشرة مرأة فتعهد وتعاقل لأن لا يكتمن من أخبار أزواجه إن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل إن غت على رس جبال لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى قالت الثانية زوجي لا بث خبره نياقه ولا دره إن أذكر أذكر عجره وبجره قالت الثانية زوجي عشنق إن أنطق طلق وإن أسكنت علق قالت الرابعة زوجي كليل تهامة لا حر ولا قر أو لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سامة قالت الخامسة زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد ولا يسأل عما أعاقد قالت السادسة زوجي ناكل لف وإن شرب اشتف وإن الطج علتف ولا يولج الكف ليعلم البث قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طباقا كل داء لهودا شجكي أو فلكي أو جامعا كل لكي قالت ثامنة زوجي ألمس مس أرنب والريح ريح زرنب قالت التاسعة زوجي رفيع العماد عظيم الرماد طويل النجاة قريب البيت من الناد قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارد قليلات المسارح إذا سمعنا صوت المزهر أيقنا أنهن هوالد قالت الحادية عاشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من حلي أذني وملا من شعم عضو دي وبجحني فبجحت إلي نفسي وجدني فيها لغنيمة بشق فجعلني فيها لصهير وأطيط ودايس ومناق فعنده أقول فلا أقبح وأرقد فتصبح وأشرب فتقمع أم أبي زرع فما أم أبي زرع حكومها رداح وبيتها فساح ابن أبي زرع فما ابن أبي زرع مضجعه كمسا لشطبة وتشبعه ذراع الجفرة بنت أبي زرع فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أميها ملوك سايا وغيظ جارتها جارية أبي زرع فما جارية أبي زرع لا تبث حديثنا تبثيثا ولا تنقث ميرتنا تنقيثا ولا تملأ بيتنا تعشيشا قالت خرجا بوزر ولا أطمتم خضوا فلقي أمراتا معا ولداني لقا كالفتين يلعبان من تحت خصيا برمانتين فطلقني ونكعا فنكعت بعده رجلا سريا ركب شريا وأخذ قطيا وأراح علي نعاما ثريا وأعطاني من كل رياء رائحة زوجا وقال كل أم زرع وبيري أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أصغر آنية أبي زرع قالت عيجة وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع طيب أحسن الله لكم شيخنا بس حصل فوت أول حديثين نقراهما ونختم إن شاء الله إن أذنتم لنا الله يحفظكم أحسن الله لكم قال وبيانس نعم شيخنا طيب أقراهم إن شاء الله قال باب ما جاء في صمات الشراب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحدثنا أبي عمر دقيقة باب ما جاء باب ما جاء في صمة شراب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أبي عمر قال أحدثنا سفيان وعن المعمدينя لزرع على عروة تانائيζة رضي الله وعنها قالت كان حبة شراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد وبه إلي قال أحدثنا أحمد بن ملي قال أحدثنا إسمكين بن إبناهي قال حدثنا علي بن زيد عن عمره وابنه بي عربنا تعني بن عباس رضي الله عنه ما أنه قال دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وخالد بن الوليد على ميمونة رضي الله عنه فجاءت نبينا من لبني فجرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على يميني وخالد رضي الله عنه عن شماله فقال لي أشربت لك فإن شيئت أثرت بها خالدا فقلت ما كنت ليوتر على سلك أحدا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعما فليقول اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا أخيرا منه ومن سقاه الله عز وجل لبنا فليقول اللهم بارك لنا فيه وزدناها منه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس جايوني وجهزهما كان الطعام والشراب غير اللبن قال أبو إنسان كذروا دقيقة بس يجاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس جاي ونجه مكان الطعام والشراب غير اللبن قال أبو عيسى كذا روا سبيان بن عينة هذا الحديث عن معمرين عن الزوري عن عروة تعناهيشة ورواه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاقي وغير واحدين عن معمرين عن الزوري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكروا فيه عن عروة تعناهيشة وكذا روا يونس وغير واحدين عن الزوري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا قال أبو عيسى وإنما أسند أبو العينة من بين الناس وميمونة من الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم يا خالة خالد بن الولد وخالة بن عباس وخالة يزيد بن الأصم واختلف الناس برواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن جدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملا وروى شعبات عن علي بن زيد فقال عن علي عن عمر بن حرملا وإصرع عن عمر بن أبي حرملا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصعبه وسلم تسليبا كثيرا دقيقة دقيقة يا شيخ بس يا شيخ حصل تقطع في آخر سطرين قال أبو عيسى وإنما سنده ابن عينة من بين الناس وميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم هي قالت قالد بن الوليد وقالت ابن عباس وقالت ابن زيد بن الاصم واختلف الناس في رواية هذا الحديث عن علي بن زيد بن الجدعان فروى بعضهم عن علي بن زيد عن عمر بن أبي حرملة وروى شعبة عن علي بن زيد فقال عن علي عن عمر بن حرملة والصعي عن عمر بن أبي حرملة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصعبه وسلم تسليما كثيرا أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا شيخنا يناسب نتصل عليكم غداً أو نجعلها السبت السبت إن شاء الله طيب طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه السلام عليكم ورحمة وبركاته